أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم الأحداث والأخبار اللي بتحصل حوالينا دلوقتي قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وهاليت نعمل لايك وشير لي الفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس خبار الأول معانا تكلمنا في الأيام السابقة اللي متابع معانا إن الخامناء مات بسبب إن فيه تقرير تلع إن صحته بتتدهور وإنه على فراش الموت ولكن النهاردة الحقيقة من 18 دقيقة فقط نزل خبر على موقع سكاي نيوز بيتكلم عن ظهور المرشد الإيراني بمناسبة عامة استقبل المرشد الإيراني علي خامناء مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني النهاردة السبت في أول ظهور علني لي منذ أكثر من أسبوعين وطبعا قاعد يكلمهم على التحلي بالصبر والمثابرة وأظهر التلفزيون الإيراني خامناء عنده 83 سنة وواقف وبتكلم بصوت ثابت للحاضرين اللي كانوا قاعدين على الأرض بيسمعوا أهمية ذكرى الأربعين ودي مرسم بتقام في نهاية 40 يوم من الحداد على الإمام الحسين حفيد النبي محمد ونفى مصدران مقربان من خامناء لوكالة رويترز الجمعة عن تدهور حالته الصحية وذلك ردا على أسئلة بشأن وضعه الصحي ولم يظهر خامناء عالنا منذ أن أرتقى بأتباعه في تهران في الثالث من سبتمبر ما أثار شائعات على شبكات التواصل بأنه مريض واللي خدى الناس بقى يبقى فيه كلام على أنه عيان أو ميت كان صحيفة نيويورك تايمز قالت أن نقلا عن أربع أشخاص عارفين الوضع الصحي الخامناء قالوا أن الزعيم الأعلى ألغى جميع الاجتماعات والمظاهر العامة الأسبوع اللي فات بعد تعرضه لوعكة صحية وقالوا كمان أنه كان طريح الفراش في الوقت الراهن وبيغضع لمراقبة الأطباء وقبل خامناء الحجد السبت النهاردة أن على المؤمنين الاعتماد على القرآن الذي يدعو إلى الصبر عند موجهة الأوقات الصعبة لغاية كده تمام لكن في مكان تاني في إيران تلعت ناس كانت بتدعو لموته وكانوا بيوادعو إلى سقوطه وبيقولوا فليسكت الدكتاتور إيه اللي حصل علشان يقولوا الكلام ده ده اللي هنعرفه في الخبر التاني معنا على موقع العربية النهاردة في كلام عن بنت ماتت النهاردة أو تقتلت بمعنى أصح اسمها محسة ونزل أهالي كردستان إيران كلهم بيشيعوا جثمانها والأمن بيطلق النار وفيه أخبار عجلة عن إصابة خمس من الناس اللي كانوا بيتظاهروا وفيه واحد منهم في حالة حرجة اللي حصل بعشان الناس تنزل واللي حصل لمهسة عشان يحصل ده كله الخبر هو بيقول من حوالي ست ساعات تقريبا أطلقت قوات الأمن الإيرانية السبت الرصاص الحي والغاز المسايل للدموع على أهالي بلدة مدينة سقز في كردستان إيران مسكت رأس الفتاة مهسة أميني اللي خرجوا بالمئات وراء جثمانها مرددين هتفات ضد السلطات والمرشد علي خامنائي اللي حصل لمهسة بالزبط إن كانوا بيقول أو زمانتوا شايفين كانت الهتفات اللي نزلت مثل نزلت أدى إلى إصابة خمس أشخاص في صفوف المشيعين وتجمهر حجر كبير من سكان المدينة كانوا بيقول العار العار على مرشدنا الحقير في حين رفع آخرون من من وقفوا إلى جانب العائلة الفتاة العشرينية في مجبرة اسمها أيجي أو إيجي هتفات باللغة الكردية بتدين القتل بسبب القوانين الصارمة قائلين القتل بسبب وشاح إلى متى سيستمر هذا الزل كما هتف آخرون الموت للديكتاتور في إشارة إلى خامنائي يذكر إن الشابة العشرينية اسمها الكامل جينا أو مهسة أميني كانت جاية من كام يوم من مدينة اسمها ساقز دي كردستان إيران كانت في تهران كانت في زيارة مع عائلتها عشان بتزور رايبها لكن الشرطة الدينية أو ما يعرف بشرطة الأخلاق اعتقلتها يوم الثلاثة اللي فات وخدتها هي وكان بنت تانين للسجن بسبب لبسها حجاب غير لائق يعني لابسة يدوبة كده الأشارب لكن مش ربطة على عنقها يعني على زورها بمعنى أصح أو رقابتها مفروض يبال حجاب كامل فهي كانت لابسة مجرد وشاح فقط فأخدوها بسبب لبسها حجاب غير لائق من أجل دورة إرشادية وتوجيهية في الأخلاق وفق زعمها أكدت لشاكيتها أنها هتطلع من السجن ده بعد ساعة تقريبا ولكن ما حصلش بل فجأة سمعوا أن البنت تنقلت لمستشفى اسمها كسرة في العاصمة يوم الأربع في غيبوبة دماغية تم شبه ميتة لتؤكد عائلتها أنها بعد كده ماتت ومتوعدة بالتمسك بدم ابنتها وطبعا لما انتشر خبر وفاتها مبارح الجمعة خرجت احتجاجات في تهران النهاردة منددة بتلك الانتهاكات لا سيما بعد انكشف ناشطون تعرضها لإصابة مميتة على رأسها خلال التحقيق معها يعني حد ضربها ضربها جمد على دماغها جابت أجلها أتت وفاة تلك الشابة وسط جدل متنامي داخل إيران وخارجها بشأن سلوك شرطة الأخلاق العنيف والتشدد في القوانين فخلال السنوات اللي فاتت نظمت العديد من الحملات النسائية في البلاد ضد فرض الحجاب الإجباري إلى أن السلطات كانت في كل مرة بتقمعها وتعتقل عشرات الناشطات كما جاء هذا الحادث بعد أسابيع على توقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 16-8 اللي فات مرسوم بيفرض التشدد في لباس النساء وبينص على فرض عكوبات أقصى على كل من يخرق القانون سواء عالنا في الشوارع أو عبر الإنترنت أنا هتلك لكم يعني أو هسيب لكم التعليق يعني علشان بنت عندها حاجة عشرين سنة تتقتل علشان لابس الحجاب بطريقة مش مظبوطة أنت عندكم قوانين والمفروض الناس تمشي عليها وهي غلطة علشان ما مشتش على القانون المفروض ماشي احبسوها علموها الدورة تدريبية زي ما بتقوله بس مش لدرجة أنها تتضرب على دماغها وتموت لأن كده حرام يعني الخبر اللي معنا بعد كده على موقع سكاين نيوز برضو بيتكلم عن حاجة مهمة جداً النهاردة حصلت في الأردن أردن يا جماعة مقلوبة البسودة بسبب شاب اتقتل ما تتخيلوش كلمة الدمار اللي حصل النهاردة في العاصمة في الأردن الخبر نزل من حوالي ساعة اندلعت أعمال شغب في شمال العاصمة الأردنية عمان السبت بعد مقتل شاب عنده حاجة وثلاثين سنة اتقتل بالرصاص بسبب خلافات عائلية وقال مسؤول أردني أن تم أخذ عطوة أمنية لاحتواء الموقف الحقيقة لما كنتش فاهمة يعنيه عطوة أمنية وبحثت طلع عطوة أمنية لما حد بيتقتل والدنيا بتتقلب على الأمن إنه يوقف الاشتباكات ما بين العائلتين لمدة تلات يام وتلت أقبال ما يقدروا يتصرفوا وياخدوا حق المخدور أو حق المجنع ليه حاجة زي كده يعني على قد ما فهمت وياريت حبايبي في الأردن يشرحوا لي أكتر المهم اللي حصل بقى يعني مش للدرجة عادي منسمع عن الجرائم اللي حصل في الأردن علشان الموضوع ينتشر بهذا الشكل بيقول إن فيه مراسل في عمان اللي هو مراسل سكاي نيوز الموقع قال إن فيه أعمال شغب حصلت شمالة إحراق ممتلكات وقعت في منطقة اسمها شفا بدران شمال العاصمة الأردنية وشهدت المنطقة إحراق منازل وعدد من المركبات أو العربيات فيما انتشرت الأجهزة الأمنية وقوات الدرج في المنطقة للسيطرة على الأعمال الشغب الدنيا مقلوبة وقال مصدر أمني ورد آآ لمدرية إن فيه بلاغ ورد لمدرية شرطة شمال عمان فجر اليوم يفيد بوجود جسة داخل إحدى المركبات بتعود لشاب تلاتيني تبين إنه تعرض للإصابة بعيار ناري وأضاف إن الضحية تعرضت للإصابة بعيار ناري قدت لوفاتها وبدأت الأجهزة الأمنية تفتح تحقيق والكلام العادي ولكن الموضوع كان أكبر من كده أهل الولد ما سكتوش والدنيا تدربكت في الأردن حصل أعمال شغب وأنه حرق منازل بتعود لعائلة المشتبه فيه بقتل الشاب وفك شهود عيان وسط تصاعد أعمدة الدخان في سماء شفى بدران وطوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبا من تطور أعمال عنف الدنيا مقلوبة وبيحاولوا بقدر الإمكان أن هما يوقفوا الموضوع وبيدوروا على المشتبه فيه قتل الولد أو الشاب علشان يهدوا أهل الأتيل ده غير أن فيه أخبار النهاردة بعد 84 ساعة على سكوت العمارة اللي كانت في جبل الوبدة النهاردة قالوا أنه هما لقوا 14 يعني الحصولة النهائية 14 واحد مات بسبب انهيار هذا المبنى المكون من أربع طوابق طبعا تعزينة لأهل الأردن مش عارف إلا حصل لهم كنا ما بنسمعش عنهم أخبار خالص يعني إلا أخبار كويسة وليه العهد خطب الملك أرانيا معرفش راحت زيارة إيه أخبار عادية ليه الأخبار سودت كده في الأردن مش عارفة ربنا يسطر عليهم طبعا الخبر البعض كده على موقع روسيا اليوم بتكلم عن احتجاجات في فرنسا وألمانيا النهاردة أوروبيين بيحتجوا على وضعهم الاقتصادي ومطالبات برفع العقوبات عن روسيا خلينا أكتر في فرنسا فرنسا النهاردة بتبهدلة مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس طلعت النهاردة السبت مجموعة من الاحتجاجات أهمها مظاهرات لحركة المناضلين اسمها البتريوت أو الوطنيين الحركة دي بتنادي بإسقاط الحكومة وبتطالب برفع العقوبات عن روسيا عشان الوضع الاقتصادي يتحسن وكمان بتدعو لخروج فرنسا من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي زي كده بريطانيا وكمان طبعا عارفين السطرات الصفرة اللي ياما بهدلت فرنسا في الأيام اللي فاتت نزل هم كمان عملوا احتجاجات في طلعت في ثلاث نقط مختلفة من باريس بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبيتزامن هذا مع احتجاجات مكررة في ألمانيا حول الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وبيعود ذلك إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات اللي فرضها الغرب على موسكو بسبب العملية العسكرية واللي أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية الأوروبيين فالدنيا متبهدلة دلوقتي في فرنسا وفي ألمانيا خبرا معنا بعد كده على موقع سكاي نيوز خبر ده ترند في مصر تفاصيل قرار رفع رسوم عبور السفن لقناة السويس النهاردة أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن مصر قررت تزود رسوم العبور لكل أنواع السفن ابتداء من السنة الجاية 2023 وكمان في احتمال أن هم عدلوا الرسوم وفقا للمتغيرات يعني الرسوم دي مش هتبقى ثابتة مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد الأسباب وراء القرار وقال أسامة ربيع أن البدء في الرسوم دي هيكون في أول يناير 2023 بالنسبة لتفاصيل الرسوم زيادة رسوم هتكون على كل السفن بنسبة 15% وهتزيد الرسوم على سفن صب الجاف والسفن السيحية بنسبة 10% فده خبر مهم أما عن الكوارس الطبيعية واللي بيحصل حوالينا في العالم اليابان يا جماعة آآ بتستعد الاعصار خطير جدا وفقا لرويترز نفسها وكالة الصحافة الفرنسية النهاردة حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من مخاطر غير مسبوقة لأعصار خطير جدا بيتجه نحو جزيرة كيوشو الجنوبية ولدرجة من كتر خطر الأعصار ده أو العاصفة الكبيرة دي حذروا الناس أن هم يحتموا قبل وصول العاصفة ويقدر إعصار اسمه نانامادول لهبوب رياح توصل سرعتها ل270 كيلو متر في الساعة وتم تصنيفه على أنه عاصفة عنيفة وأعلى مستوى على مقياس الهيئة معنى كده لوصل لأعلى حاجة ممكن اليابان تشوفها وهو قرب خلاص وبيتوقع بأن تقترب العاصفة وتوصل للبر يوم الحد يعني هم شايفينه هيوصل بكرة اليابان على يوم الحد وخايفين جدا جدا منه ومش عارفين إيه اللي هيحصل لأنه بقول لك إعصار خطير جدا يا جماعة الخبر اللي بعد كده بقى من الكارس طبعية التانية برضو ألسكا بتستعد العاصفة تعد الأسوأ في التاريخ الحديث واخدين بالكم من العلوان عمل إزاي في عاصفة شديدة برضو زي اللي هتهاجم اليابان هتهاجم ألسكا قال خبراء أرصاد في أمريكا اليوم السبت أن سكان السحل الغربي لولاية ألسكا الشاسعة بيستعدوا لعاصفة هائلة ممكن تكون من أسوأ العاصف في التاريخ الحديث حيث ينتظر هبوب رياح عاتية وأمواج عالية ممكن تقطع الطيار الكهربائي وتتسبب في حدوث فيضانات وبمناسبة الفيضانات عندنا إيطاليا برضو متبهدلة سيول وفيضانات هائلة تكتاح وسط إيطاليا الخبر نازل على اليورو نيوز قالت السلطات الإيطالية الجمعة ده الكلام ده مبارح بس التحديث بتاعه النهاردة إن في عشر أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء سيول وفيضانات شهادتها منطقة ماركي بوسط البلاد من أول يوم الخميس اللي فات في حين بيواصل رجال الأنقاز البحث عن أربع مفقودين وسقط ما يقرب من ربمائة ملي متر من الأمطار في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات ما أدى إلى غمر شوارع عدة بلديات وعدة بلدات حول أن نكون عاصمة المنطقة على الساحل البحر الأدرياتيكي وأظهرت لقطات نشرتها فرق الطوارئ رجال الأنقاز على طوافات بيحاول إجلاء الناس في بلدة سنجاليا الساحلية بينما يحاول أخرون إزالة الأنقاد مننا في إيطاليا برضو متبهدلة الدنيا صعبة عندهم جدا بكده نكون انتهينا قلنا لكم آخر الأخبار اللي حصلت حوالينا في العالم والكوارس وكل حاجة ومن ضمن الأخبار اللي عايزة أقولها لكم في الآخر خالص كذا خستان يا جماعة عيدة تسمية عاصمتها الأستانة بدل نور سلطان تخبر عاجل نازل في كل المواقع حابينا ان احنا برضو نقول لكم الخبر شكرا أشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار